الآن للأخ الفاضل النائب الدكتور جمعال حربش تفضل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ثم ما بعد قبل ست سنوات وقفنا مثل هذه الوقفة وطالبنا بطرد سفير النظام السوري وما هي اللوقات محدودة حتى طرد السفير السوري من الكويت كان البرلمان الكويتي أول برلمان يطالب بطرد السفير السوري من الكويت الآن بعد ست سنوات هذا النظام قتل ستمائة ألف نسمة الله عز وجل يقول أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ما يحدث في سوريا لن أصفه بمثل وأدق من وصف فزير الخارجي الكويتي في خطابه وأنا أشيد بخطاب وزير الخارجية هو وصمة عار علينا كعرب وكمسلمين مدن تحاصر ثم تباد يصرخ النساء يصرخ الأطفال يصرخ الرجال ما لنا غيرك يا الله ولا مغيث ولا دولة في العالم تجرى تتمدهم بسلاح طائرات ملأت من كل الدول ملأت أجواء أرض الشام تقصف هؤلاء الأطفال والنساء ولا مغيث لهم إلا الله سبحانه وتعالى هذه رسالة مهمة هذه رسالة الشعب الكويتي الحي الذي حفظه الله سبحانه وتعالى ويرجع له بلده لأنه صاحب يد بيضاء وقلوب رحيمة وأنا ما أزايد الحقيقة في هذه القضية الموقف ولا أكلف دولة الكويت أكثر مما تحتمل نحن مدركين أن دولة الكويت صغيرة في حجمها صغيرة في قدراتها لكننا أيضا مدركين أن المأساة كبيرة مدركين أن نتبعها أمام الله عز وجل والتاريخ عظيمة لذلك في هذا الوقت هذه رسالة تصل لأهلنا في أرض الشام كنا معكم وسنبقى معكم ونفتخر بأننا دعمناكم إن كان البعض يعتقد أن دعم الشعب الكويتي للشعب السوري في مقاومة لهذه الجريمة ضد الإنسانية هي إرهاب فإننا أول إرهابيين الكل يعلم الشعب الكويتي من وقف معاه والكل يعلم أن المنظمات الإرهابية من يدعمها دمر الشعب السوري المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران وداعش كذلك هي وإيران على ذات المصطرة كلهم أعداء للشعب السوري لكن الشعب السوري الآن يدفع ثمن ثورة حريته وعدم عبوديته لبشار الأسد لذلك هذه رسالة مهمة وتوصيات بإذن الله مهمة وسنبقى ما حينا داعمين للحق واقفين مع المظلوم لن نتأخر ولن نتراجع شكرا لأخ دكتور جمعان الحربش الكلمة الآن للأخ نعم